أهلا بيك ومتابعي يلا كورة في لقاء جديد ولقاءنا النهاردة مع نجمال منتخب الأولمبيا السابق كابتن حسام حسن أهلا بيك يا كابتن حسام في يلا كورة أهلا بيك وبرحب بيك طبعا ومبسوط جدا أن أنا موجود معك في منصة كبيرة ومنصة علامية كبيرة زي يلا كورة أنت كنت وحشنا يا كابتن الحقيقة ده ما يخليك يلا يخليك أنت حسام حسن وأخوك إبراهيم حسن هل دي كانت مقصودة تيمونا بكابتن حسام وكابتن إبراهيم؟ مش مقصودة أوي لأن إحنا أكيد ما كناش نعرف أن إحنا نبقى لعبة كورة بس هو في النهاية والدي كان بيحب كابتن حسام وإبراهيم بشكل كبير جدا فبالتالي لما أنا اتولدت وأخويا نفس الكلام الأعمار السنية ما بيننا فرقات رايبة جدا فرح سمينا أنا حسام وسمى أخويا إبراهيم يعني حبا فيهم يعني طب وإبراهيم لعب كورة برضو؟ أبراهيم كان بيلعب في الزمالك ولعب في الأهلي وإفتحاد الشرطة وكان بيلعب في بولندا لعب أه في الدوري كتير يعني طب خلاص يعني ما هو حسام وإبراهيم كان لازم تطلعوا لعبة كورة يعني أه يعني هي جات حظ كده بس يعني كان برضو كان لها عمل إجابة بالنسبة لنا يعني أه شجعتكو أكتر يعني شجعتنا وفي نفس الوقت برضو يعني أنت اسم برضو كابتن حسام وإبراهيم يعني أساطير في كورة القدم المصرية وفي القرى الأفريقية بالكامل وبالتالي ساعتها كان الموضوع جديد على الناس إنما دلوقتي فيه يعني فيه كذا حد حسام حسن حسام حسن نتلغبطنا بالضبط إنما يعني في البدايات كانت بالنسبة للموضوع لأ يعني برضو بيعلق مع الناس الاسم وكده طب كابتن حسام حسن فيه دلوقتي وبتعمل إيه؟ مفيش والله أنا موجود يعني ممكن كنت السنة اللي فاتت آخر حاجة مصر المقصة وكنت موجود على أمل إن أنا كنت بقى موجود معهم في الدوري بس كان عندي نفس المشكلة اللي كان بيعاني منها أي من حفني اللي هو موضوع الاستبدال ده وبقول أنا عليه ما تمش قيدي في الفريق وبالتالي قعدت سنة كاملة تقريبا بطمرا بس معاهم بدون إن أنا أشارك في أي مبارات رسمية ودي أثرت معايا يعني في السنة دي بالنسبة لسول الانتقالات بتاع اللعيبة سواء في بداية الموسم أو في شهر واحد إن الناس أغلبها المدربين لما بتيجي تعرضي عليه الاسم آه حسام حسن لعيب كويس وراجل سيفيه قوي وكذا وكذا بس بقى له فترة بعيد عن اللعب وبعيد عن الملعب وكده فدي فرقت معايا يعني بشكل كبير يعني فأنا الفترة دي يعني بسعى بقى بره إن أنا أشوف حاجة بره مصر ما كانش أشوف بقى الاتجاه الفترة اللي جاء بالنسبة لي هيكون عامل إزاي يعني أنت بدايتك الاحترافية كانت قوية جدا تركيا بولندا سوريا تركيا ألبانيا والبرتغال ليه المشوار الاحترافي بتاعك ما تولش أكتر من كده لأن أنا كان عندي مشكلة أن أنا دايما لما بطلع بره بطلع على سبيل الإعارة ما بطلعش بيع نهاية يعني مثلا لما أنا رحت تركيا في 2010 قبل ما انضم للمصر البورسعيدي كنت رايح ديار بكر التركي ده نادي كان بيلعب فيه كابتن عيمن عبدالعزيز طبعا نجب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق وبالتالي هما كان عندهم مشاكل كبيرة جدا في الحتة المالية دي وحصل نفس المشكلة اللي حصلت في مصر هنا بالنسبة للحتة بتاعت الجماهير والنادي كان عنده أزمة أن لازم المحترفين تمشي فأنا اضطريت أن أروح افسي اسكندربو ده الألباني لمدة ست شهور عشان الموسم ما يروحش عليا وبالتالي بعدها على طول انضمت للمصري ولما عدت في المصري موسمين وراء بعض يعني الحمد لله كنت عامل شغل كويس جدا في الدوري وكنت ساعتها انضمت بقى المنتخب الأول مع كابتن حسن شحاتها في الأواخر وجات لي فرصة بعد 2012 بعد الأولمبيات أن أنا روح تركيا تاني رحت برضو عن طريق ريزا سبور التركي برضو على سبيل الأعارة أن أنا رحت أعارة ولما رجعت وروحت جيل في سنت البرتغالي برضو كان على سبيل الأعارة فهي دي كانت أزمتي الحقيقية في حتة الاحتراف خصوة أن أنا كان خلاص معدل برضو السن بقى دخلتي 25 و 26 سنة فبالتالي الحتة دي ما كانتش مفضلة لدى المسؤولين في الدوريات الأوروبية خصوة أن احنا كمصريين ما كناش سمعنا بالشكل القوي اللي احنا عليه دلوقتي بعد ظهور محمد صلاح وتقلقه في الدوري الإنجليزي يعني الظروف هي المخدمتكش في موضوع حول احتراف ده أنا بالنسبة لي كان حلمه من أحد أحلامي وطموحي أن أنا أكيد أي لعيب نفسه أنه يحترف ويطلع ويكمل المسيرة الاحترافية بس بيبقى فيه عوامل معينة وفيه ظروف أنا بيحبش كلمة الظروف دي قوي بس هي غصبا عنك هي حاجة بتحصل وانت بتحاولي على قد ما تقدر أن تتعامل مع الموقف والظروف اللي بتحكم عليك تأخذ قرارات معينة بس ساعة الظروف فعلا هي اللي بتتحكم في مصير الواحد قال إن الكرة زمان مش زي دلوقتي بالظبط يعني الموضوع زمان مش زي دلوقتي خالص يعني بس كان ليك تعليق على فرق المعاملة مع رمضان صبحي بعد ما انتقل لبيرمدز وقلت في مصر احنا عندنا هنا بنكيل بمكيالين ممكن تشرح لي أكتر المقولة دي؟ مش حكاية مكيالين قوي بس أنا شايف إن رمضان صبحي لعيب كبير جدا واحد من أفضل اللعيبة اللي موجودة في مصر في مركزه لعيب عنده إمكانات عالية إمكانات بدنية وإمكانات فنية على أعلى مستوى وبالتالي رمضان لما كان موجود في النادي الأهلي كان بياخد دعم غير طبيعي سواء دعم جماهيري أو دعم فني أو دعم حتى من النقاط الرياضيني اللي موجودين في الاستوديوهات التحليلية لما رمضان قرر ياخد قرار مصيري في حياته الشخصية أيا كان بقى القرار ده صح أو غلط العواقب بتاعته هو اللي يتحملها رمضان صبحي لكن هي الفكرة مش معنى أن اللعيب يجي عكس الاتجاه بتاعي إن أنا عادي أو إن أنا أعمل عليه حاملة ممنهجة علشان أخلص عليه بلغة الكورة يعني فده اللي كان حاصل مع رمضان مع العلم رمضان صبحي لما مشي من النادي الأهلي أنا متفق تماما إن مشيانه من الأهلي ده أثر عليه بشكل غير طبيعي من حيث الكاريزمة ومن حيث الوضع بشكل عام بالنسبة الرمضان في مصر والتقل والقيمة الفنية أكيد اللعيب اللي بلعب في أهلي وزمالك ما احترامي لكل الفرق لا الموضوع المشوار بالنسبة له بيتأثر بشكل كبير اللي أنا هعمله في أي نادي تاني لو عملته في سنة واحدة أو موسم واحد في أهلي وزمالك هيأثر على المسافات بشكل كبير وخصوصاً رمضان صغير بس لما هو مشي وخد القرار هو أصلاً ما كانش على زمة النادي الأهلي وراجل كان بلعب في هادرسفيلد في الدورة الإنجليزية وبالتالي عقده خلص مع النادي الأهلي الإعارة اختلف عن موقف حسام عشور إن أنا لا أنا مش عاوز أجدد إن أنا مش عارف إيه فالناس خدت من الحتة دي وبنت عليها حاجات هامش أو بنت عليها حاجات فارغة علشان تصدر حاجة معينة للجمهور وإحنا عارفين في مصر إن إحنا عاطفين زيادة عن اللزوم الجماهير في مصر خصوصاً الانتماءات بتاغلب على الناس بشكل غير طبيعي والناس أهلي أو زمالك أين كان القاعدة الجماهيرية بيبهم حاجة عندها النادي مالوش دعو بقى باللعيب أنا كده كده هيمشي رمضان ويجي ميت واحد وألف واحد زي رمضان ويمكن أفضل ويمكن أقل ده طبيعي جداً فكورة بس عشان كده قلت إن رمضان ماشي كويس جداً مع بيرامدز بس معلوش الضوء واللسبوت والاهتمام اللي كان عليه مع النادي الأهلي وبالتالي الناس بتهاجموا على الفاضي وعالمليانه بيحطوه في جملة مفيدة بدون أي سبب طب إنت مضيت للأهلي وللزمالك أكتر من مرة لو كان عندك الاختيار كنت تميل تبقى مع أني نادي فيهم أكتر كنت أروح المكان اللي فيه استقرار فني وإداري وكنت أروح المكان اللي أنا ألعب فيه لأن نخلي بالك أنا يعني أنا بنتكلم عن الفترة دي من 2009 لحد 2015 طوال الفترة دي كلها يعني تقريباً تقريباً يعني بنسبة تتخطى 95% كل موسم بقعد هنا وبقعد هنا بوقع هنا وبيبقى فيه مفاوضات جد يعني الناس حيين يرزاقوا يعني يتسئلوا في الكلام ده بس يا الفكرة أن أنا برضو الفترة دي أنت فيه برضو فطاح الموجودة في المركز بتاعتها حديداً برضو مركز خط الوسط ده في النادي الأهلي نتكلم بقى على نجوم كبيرة كابتن محمد شوقي كابتن حسام عشور كابتن أحمد حسن كابتن حسن مصطفى يعني حسام غيالي ونفسها علي قوي آه يعني ناس وكلهم إيه بيلعبوا معتزقين وأكوتي منساة كل الناس دي كانت موجودة في نفس الوقت الزمالك برضو كان عنده لعيبة جمدة جداً في المركز ده وكان عنده لعيبة صغيرة وبالتالي أنا كان عندي الطموح وعند الرغبة إن لأ لو أنا عندي فرصة إن أنا أطلع برة ليه لأ فأنا لأ أنا هسعى في الحتة دي بشكل قوي بحيث إن أنا أستغل فترة وجودي مع المنتخب الأوليمبي واستغل فترة انضمامي للمنتخب الأول وإن أنا حاول آآ آآ أوجد لنفسي أي عرض من العروض الأوروبية وإحنا بشكل عام في مصر عارفين إن إن اللي بيلعب في فقندية غير أهلي والزمالك بيبقى المأمورية صعبة شوية اللي بيلعب في أهلي والزمالك بيبقى متشاف أكتر بيلعب في بطولات أكتر سواء على المستوى الأفريقي أو على المستوى المحلي وبالتالي بيبقى متشاف بشكل جيد يعني بس لكن دلوقتي يعني في ناس تعتب وتقولك أنت مفروض يبقى أنتمائك لنادي واحد وفي ناس تنتقولك لا ده احتراف أنا روح المكان اللي يلمعني أكتر واللي أقدر أكون شغال فيه أكتر ما عودش احتياطي مثلا بص يا دلوقتي الكرة اختلفت المعايير والمقاييز بالنسبة للعيبة والقرارات اختلفت بشكل كبير بمعنى أن النهاردة أصبح القرار الأسمى بالنسبة للعيب هو قرار ليه علاقة بالماديات أكتر من الفنيات النهاردة لعبت الكرة وده حق مشروع لأي حد النهاردة الكرة أصبحت يعني مش أقول إن هي وظيفة لأن الكرة عمرها ما كانت وظيفة بس أصبحت استثمار فكل لعيب بيحاول على قد ما يقدر إنه هو يستسمر في نفسه بمعنى أنا بحاول كلعيب في أفضل حالاتي إن أنا أستغل للفترة اللي أنا مكسر فيها الدنيا عشان لو أنا وقعت أو مستوية قل أو النجم بتاع الطفا مش هقدر استفاد بالشكل الطبيعي اللي أنا متخيله فكل دلوقتي بيبص مش فارق معي روح أهلي أو زمالك على قد ما يفرق معي إن أنا أروح مكان أستفيد من خلاله مادياً كويس والعب ورجلي دايماً تبقى في الملعب وإنت النهاردة الموضوع برضو أصبح مختلف إن عندك مدير فني مع منتخب مصر أصبح الفكر بتاعه مختلف تماماً عن كل الأفكار السابقة بالنسبة للمدربين للسابقين إن الراجل ما لهش علاقة بالألوان الراجل لو لعيب كويس بيلعب فأي نادي ممتاز بيم وممتاز ألف أياً كان بس اللعيب هيديله الإمكانيات وهيديله المردود اللي هو عاوز على المستوى الفني هيجيبه ويتم اختياره وإن أن أنت بتبصي برضو للمعدلات المادية بتاعة العود في الأندية دلوقتي مش زي قبل كده فدي عملت نوعه عند اللعيب أو هاجس كده إن أنا بالنسبة لي لأ أروح مكان مادية معامل نفسي كويس وفي نفس الوقت هلعب لكن لو روحت أهلي أو زمالك آه طبعاً الطموح هيختلف والوضع يختلف والقيمة التسويقية بتاعتها تختلف بس في النهاية أنا مش عارف الدنيا بالنسبة لها تروح لحد فين وده هيغير شكل الكورة في مصر أو الدوري كان دايماً المسابقة دايماً ما بين طبعاً الأهلي والزمالك وممكن فريقين ثلاثة كمان بصي إحنا عندنا قاعدة هنا أسية في مصر الأندية الجمارية عليها عامل كبير جداً باستثناء أهلي والزمالك لأن دايماً الأهلي والزمالك ما ينفعش إنهم يتقارنوا بأي حد ليه تاريخ كبير قاعدة جمارية غير طبيعية بطولات وإنجازات وقيمة فنية رهيبة بالنسبة لأي لعيب واللي بيلعب فهلي وزمالك بيبقى متشاف عند الناس بشكل رهيب وزي ما فيه جنة فيه نور يعني الأندية الجمارية بتستفيد من خلالها برضو بشكل كويس بس برضو الغلطة فيها ممكن تخلص على أي لعيب يعني أنت يبقى عندك قاعدة جمارية بتدفع عنك ويبقى عندك إعلام قوي في ظهرك ويبقى عندك إدارة حكيمة بتقدر تاخد قرارات متزنة في بعض الأمور دي بتفرق بشكل غير طبيعي يعني لأن الكرة دلوقتي ما بقتش فنيات بس طب وعلى ذكر بقى الإعلام رأيك السوشال ميديا أضافت ولا أضارت أكتر باللعيبة خصوصاً دلوقتي الجمهور بقى هو الحكم والمدير الفني وساعات كمان بيبقى اللاعب بص يعني النقطة دي مش عارف هقولك فيها إجابة صريحة بس اللي أقدر أقوله أن هي بتتوقف على اللعيب وشخصيته مين اللعيب اللي بيقدر يستفيد من الكلام ده بشكل كويس ويتعامل مع السوشال ميديا بشكل إيجابي في مصلحته الشخصية وفي مصلحة مشواره في الكرة ومين اللعيب اللي الكلام ده بياخد من تفكيره وتركيزه في الملعب وبالتالي بيأثر عليه بشكل سلبي من خلال أداءه في الماتشات وأنا بشوف أن احنا بنتعامل مع السوشال ميديا هنا في مصر بشكل غريب وبشكل مرعبي يعني إن السوشيال ميديا عندنا في مصر أغلبها موجهة على قد ما يكون هدفه الأهم إن أنا أقدم محتوى كويس حتى لو بنتقد أو إن أنا بشيد أشيد بحد يستحقه وانتقد حد فعلا يستحق إن أنا أنتقده ولكن أنتقده إزاي لو تبقاش حاجة ممنهجة أصدق يعني بطبيعة كل واحد عندنا مثال حي بطولة أفراكيا لعيبة بتتحط في جملة مفيدة بدون أي سبب من الأسباب وحش حلو هو أنا واخك قرار إن أنا النهاردة هحطه في جملة مفيدة وخلاص ممكن عشان الموضوع بالنسبة لنا جديد أو الأجيال بقى الجديدة لسه ما عنداش الأساس النطاق يعني بالنسبة للسوشيال ميديا مش عارف بس يعني هو ليها عامل إيجابي وليها عامل سلم ميزا وعيب يعني كل حاجة بس هي عيوبة عندنا أكتر شوية لسه يمكن شوية هنتضرب وتبقى بالزبط طب عايزين اتكلم عن مشاركتك مع منتخب الشباب في 2009 ومع المنتخب الأولمبي في 2012 ولنا ذكرياتك في منتخب الشباب 2009 خصوصا أن هو كان على أرضنا هنا طول الكاس العالم طبعا في مصر هنا واحدة من أهم البطولات على المستوى الشخصي بالنسبة لي لأنها كانت بداية ميلاد جديدة لها على مستوى الكورة ومشواري في كورة القدم وكانت بداية أن أنا بقدم نفسي للجمهور المصري من خلال وجودنا في مصر وأن البطولة على ملعبنا ووسط جمهورنا وحضور جماهيري غير طبيعي وكنا باللعب فرق كبيرة يعني بدايتنا كانت أمام ترندد وتوباجو في برج العرب كسبنا ساعتها 4-1 وثم بعد ذلك برجوي وبعدها على طول مباراة إيطالية طبعا الشهيرة 4-2 وكنا عاملين مباراة كبيرة جدا وبالتالي من خلال المباراة دي تقريبا 90% مننا الناس كلها أسماءها أصبحت معلومة عند الناس بشكل كويس ممكن تكون الظروف ما خدمتناش قوي في البطولة دي من حيث النتائج إن إحنا ما كملناش مشوار أفضل كنا نتمنى إن إحنا نروح في حتة أبعد من كده في البطولة خصويا من البطولة على ملعبنا وده ناديرا لما بيحصل إن إنت يبقى عندك بطولة بحجم كأس العالم في بلدك ووسط جمهورك وكده ولكن أكيد اتعلمنا واكتسبنا خبرات على المستوى الدولي وعلى مستوى الخبرات بالنسبة الاحترافية إن إحنا أصبح عندنا طموح لكن في النهاية أنا بالنسبة لي كانت بطولة مهمة جدا إن أنا قدرت أثبت وجودي من خلالها من الكواليس بتاعة البطولة أنا كنت بلعب البطولة دي وأنا مش مقايد في نادي يعني كنت بلعب البطولة دي وأنا عندي مشاكل مع أمبي وعدت سنة كاملة ما بشاركش مباريات رسمية ولا بلعب في نادي ولا أي حاجة لإن أنا كنت روحت الإمارات أهل دبي الإماراتي ومشكلة مع نادي أمبي بسبب موضوع العقود بقى موضوع العقود واللي أقول لو موضوع إن أنا كان فيه كده دايما زمان الناشئين بتستخدم الحتة دي بيجي مرحلة معينة من السن لو أنت ما عملتيش عقد مع النادي بتاعك تقدر إن أنت تطلعي أو أنت تنتقل لأي نادي من الأندية اللي موجودة في أوروبا أو في أي دولة غير مصر دون الرجوع للنادي بتاعك فبالتالي أنا استخدمت الحتة دي طريق شرعي بالنسبة لي وفي نفس الوقت أنا ما وصلتش لاتفاق واضح ونهائي مع إدارة نادي أمبي في التوقيت ده وعدت سنة كاملة سنة كاملة كنت موجود في أهل دبي الإماراتي بالعب في فريق الرضيف هناك وعدت سنة كاملة بعيدة عن مصر إلا أنا حدش يعرف عني حاجة إلا إن كان الفضل يرجع للكابتر ربيع عسين ومستر ميروس لافسكو كان هو المدير الفني التشيكي ساعتها المنتخب مصر الشباب فإن أنت تيجي وتثبتي وجودك وتثبتي كفاقتك وجدرتك أن أنت تستحق تكون موجودة ضمن العناصر الأساسية اللي بتلعب في بطولة بحجم كاس العالم في ظل العيبة أسماء ونجوم كبيرة جدا في الجيل بتاعنا بقى بتلعبوا في أهلي وزمالك فدي كان في حد ذاتها برضو تحدي كبير جدا بالنسبة لي قدرت أن أنا بشكل كويس أنجح فيه يعني دي البطولة الوحيدة اللي زميلت فيها أبو جبل وعلي لطفي صح كده؟ لا أنا خلي بليك لا أنا مع جبل وعلي الاتنين يعني ظروفهم مختلفة لأن جبل وعلي أصلا إحنا عدنا مع بعض خمس سنين في أمبي بنلعب مع بعض في فريق واحد أبو جبل وعلي لطفي الاتنين كانوا معي في نفس الفرقة وبعد كده كملنا بقى المشوار مع بعض في المنتخبات لحد المنتخب الأول نفس الكلام كل الجيل يعني ممكن 70-80% من الجيل بتاعنا نفس الشكل ينطبق عليه بس الجيل بتاعك هو فين؟ يعني فيه جزء كبير من الجيل بتاعك وبطة البدري ليه؟ بصي يعني لو جينا سلسلنا كده الأحداث بتاعتنا إحنا بداية من 2009 لحد 2012 الجيل بتاعنا تقريبا كان هو المتصدر للمشهد في الكرة المصرية مع العلم إحنا كلنا كنا طالعين في توقيت الأندلة المصرية كلها بتضم أفضل عناصر في الدورة وبالتالي المنافسة كانت صعبة إن انت كناشق أو لعيب صغير لسه صاعد أو لسه طالع إن انت تثبت وجودك وسط الأندية الكبيرة أو تثبت وجودك وسط اللعيبة الكبيرة في ظل إن أصلا في التوقيتات دي ما كانش لسه عند المدربين الثقافة إن أنا أعتمد على لعيب صغير فبدأ إن احنا نظهر بشكل كويس وتصدرنا المشهد بعد انتهاء بطولة كأس العالم حتى 2012 بس تعالي بصي بقى بعد 2012 مين اللي كمل؟ اللي لعب في أهلي وزمالك علشان كده بقولك اللي بيلعب في أهلي وزمالك بيأثر على نفسه المسافات وفي نفس الوقت إن انت ما كانش عندك الإعلام ولا اللي سبوت ولا كان عندك القعدة الجمهارية ولا كان عندك النهاردة السوشيال ميديا والانفتاحة الكبيرة اللي بتعيشه كرة القدم في هذا التوقيت في ظل إن احنا النهاردة بنلاقي لعيبة بتلعب في أهلي وزمالك ممكن بيقعد 3-4 سنين ما بيلعبش بس مصر كلها عارفة ونفس الكلام ينطبق على بقى الأندية ليه؟ فيه سوشيال ميديا وفيه ناس بتتابع والنت والكلام ده سورة تنزل في ثانية على طول يعني الكلام ده فرق بشكل كبير أنا بشوف دي الأسباب الحقيقة والرئيسية إنما على أرض الواقع يعني الناس ما لهاش غير اللعيب اللي بيكملوا في الصورة ومتواجد رغم إن فيه لعيبة خلي بالك من الجيل بتاعنا كتير مكملين بيلعبوا في الدوري بس خلاص بقى النسبة قليلة يعني لا بيلعبوا بس خلاص اللي اثبت مش موجود عليهم بقى الناس عايزة دايماً الناس بتحب التحديث والتجديد في الكورة يعني طب دروح لمحطة تانية وفي الفين واتناشر في لندن أوليمبيكس وقلنا بقى إن انت زاملت أبو تريكا ساعتها كان من التلاتة اللي هم الفوق السن أبو تريكا عمد ميتعب أحمد فاتحي إيه إحساسك وانت بتزامل أبو تريكا بوتريكا ساعتها كان الكابتن بتاع الفريق هو طبعاً بص إحساس يعني ما يتوصفش إن انت تلعب في بطولة كبيرة بحجم دورة الععاب الأولمبية في ظل إن البطولة دي تقريباً كانت غايبة عننا حوالي 25 سنة 22 سنة بالزبط وكننا إحنا أول جيل يوصل للبطولة دي بعد الغياب الطويل ده وبالتالي كان الموضوع بالنسبة لنا مختلف والتوقيت ده تحديداً كلام كتير بقى كل لعيب كان بيخاف على مكانه لكن في النهاية القيمة الفنية والقيمة الكبيرة بتاعت الكابتن محمد أبو تريكا والكابتن عماد متعب والكابتن أحمد فتحي تخليك إن انت كلعيب مبسوطة وانت موجودة معاهم من القيمة الفنية بتاعتهم خبرات كبيرة فرقوا معنا بشكل غير طبيعي في الملعب خبراتهم على المستوى الفني خبراتهم خارج الملعب في غرفة خلع الملابس وإن إزاي بيلموا اللعيبة ويتكلموا معنا بشكل معين ويشجعونا بشكل مختلف لا دي ديتنا يعني مرضود كويس وديتنا حافز قوي جدا إن احنا نظهر بشكل كويس في البطولة موقفك الشخصية مع أبو تريكا في موقف تفتكروا مع أبو تريكا مع متعب صلاح النني أبرز الموقف اللي تجمعني بكابتن أبو تريكا يمكن موقفين يعني موقف الأولاني بعد موضوع أحداث برسعيد كان طبعا الكرة وقفت هنا في مصر وإحنا عندنا أولمبيات ولازم إن احنا نتجمع في المنتخب وأنا ساعتها كنت أقافل تليفونيتي ومش عايز أروح التجمع يعني وهو أكلمني وقعد يقول لي إحنا بنلعب باسم منتخب مصر والموقف الثاني مباراة البرازيل يعني مباراة البرازيل كنا احنا عملنا مباراة كبيرة جدا ولكن الشوت الأول طالعين من المباراة خسرانين 3-0 بتلعب البرازيل فرقة فيها نمار فيها أوسكار فيها دانييلو فيها تياجو سيلفا فيها لعبة مارسيلو فيها لعبة جمدة جدا فإنت أنت تطلع خسران 3-0 من البرازيل الشوت الأول يعني الموضوع هيرب بقى مننا الله أعلم الشوت التاني إيه اللي يحصل دخل اتكلم معنا بشكل عام إن خلاص الشوت الأول خلص هم كسبونا الشوت الأول إحنا نكسبهم الشوت التاني وأنا جمعني بموقف كده يعني مع بعض يعني في الغرفة جوة قال لي إحنا عايزين الشوت التاني هم نزلوا كسبونا الشوت التاني إحنا ننزل نموت نفسنا كسبونا الشوت الأول ننزل نموت نفسنا الشوت التاني ونلعب علشان نمتع نفسنا مش عشان النتيجة هم ممكن يكونوا حاسمين النتيجة إحنا ننزل الشوت التاني نلعب كرة للكرة ونطلع إمكانياتنا أنا عايز أشوف حسام حسن بتاع المصري وصام حسن اللي مكسر الدنيا وصام حسن كذا وكذا فانزلت الماتش او خرجت من القوضة انا عندي احساس عندي احساس ان انا لسه دلوقتي الماتش هيبدأ دلوقتي مش ان انا لعب 45 دقيقة فانزلنا فعلا اول 10 دقيقة او ربع ساعة هدف اول والتاني ورجعنا للمباراة بسرعة وعملنا مباراة كبيرة للعالم كله تقريبا كان بيتكلم عننا يعني كنت حاجة انا عايزة اسألها لك العامل النفسي مهم جدا في الماتشات ان انت يبقى عندك ثابت فعالي كده وان انت ما تتقصرش والماتش مايروحش منك والفرقة كلها تفك هل ده دور المدير الفني اكتر ولا كابتن الفريق 50-50 بمعنى انت كلعيب او انت كلعيب بتستمد الطاقة من المدرب او بتستمد الخبرات والتعليمات الفنية من المدرب خلينا نتسيب الفنيات شوية على جنب لكن عندنا مثال حقيقي ومسال حقيقي بطولة القوم الافريقية الحالية هل احنا كمنتخب فنيا افضل منتخب موجود في الكاميرون للحصول على البطولة اكيد لا بالورقة او بالقلم والحسابات اكيد لا لكن معنويا واطموح ورغبة من اللعيبة وهدف وكل واحد عنده هدف شخصي عايز يحققه كل واحد عنده مجهود عايز يترجمه في الملعب مع وجود المجموعة والتجمعات اللي بتحصل في المنتخبات لفترات طويلة دي بتخلق حالة من الحماس وبتخلق حالة من الغيرة ان كل واحد بيغير على مكانه بيغير على تشيرت منتخب بلده واللي بيلعب باسمه منتخب مصر الموضوع مختلف تماما يمكن انا واحد من الناس اللي كان لياه الحظ والشرف ان انا اتحط في الحتة دي لا موضوع مختلف خالص ان انا بلعب بتشيرت منتخب بلدي وقف في طابور كده اقول العلم اقول النشيد الوطني بتاع منتخب مصر ولعب باسم مئة وعشرين مليون مواطن دي في حد ذاتها بتخلق نوع من انواع الرغبة والحمس غير طبيعي لا الموضوع شخصي ان انت عايزة تعملي حاجة لبلدك محمد صلاح هل هو بيعايت عشان هو ما خدش البطولة عشان محمد صلاح محمد صلاح هياخد بطولات كتيرة مع ليفاربول او ايا كان فانا بشوف ان التشيرت منتخب مصر بيخلق توابع وحاجات معينة عند العيب والكورة مختلفة عن التشيرتات بتاعت الاندية على ذكر بقى محمد صلاح خلينا نتكلم على كاس الامم بالنسخة الكاميرونية عايزة عرف تعليقك على ادارة كيروش للمنتخب ممكن تكون شهادتي مجروحة في الحتة دي لكون ان انا اكتر واحد بدعم الراجل منذ توليه المسئولية الفنية وانا لعبت في الدول البرتغالي فانعارف ايه منتو الراجل ده كويس هناك ويمكن كيروش من المدربين اللي بتمتلك سيرة ذاتية كبيرة جدا على مستوى الاندية وعلى مستوى المنتخبات اللي دربها في مسيرته كلها وبشوف ان دي الحسنة الوحيدة اللي حصلت من اتحاد الكرة السابق ايا كان بقى مين الاسماء باتمام التعاقد مع مستر كيروش كلنا كان عندينا تخوف وانا اول للناس ان انا كان عندي تخوف ان انت بتعيش ظروف صعبة على مستوى الدوري ما عنديكش دوري منتظم ما عنديكش اساس شغال عليه بشكل كويس وبالتالي اختيارك للمدير الفني كان عليه عامل كبير جدا هل هجيب مدير فني مصري يتولى المسئولية ويتحمل الضغوطات ويتحمل الاعباء في ظل ان هو برضو الموضوع بالنسبة له الكفاءة هتكون خمسين خمسين ما انا هجيب مدرب يتحمل الضغوطات ويتحمل الاعباء بس هو عنده الخبرة وعنده الرؤية الكاملة بالنسبة للدوري المصري فبالتالي اختياراته للعيبة هتكون معلومة بشكل كبير في ظل الوقت القليل الراجل ده لما جيه اثبت عكس كده تماما بشغله وباكتهاده وهو الراجل ده كان اكبر سبب من الاسباب ان الدوري المصري ينطلق في موعيد معينة بالاتفاق مع رابطة الاندية او او اتحاد الكورة ان هو كان عايز الدوري ينطلق عشان يقدر يختار من خلاله اللعيبة بشكل كويس فظل ان ان انت خلاص تمت اقالة الكابتن حسام البادري في هذا التوقيت وكان فيه انتقادات كبيرة جدا على اداة المنتخب وعلى نتائجه بالنسبة لتصفات كاس العالم لا انا شايف ان الراجل فنيا راجل عنده رؤية مستقبلية مختلفة تماما عن كل الناس اللي بتتكلم عليه بالعكس الراجل بصص اللي قدام مش بصص تحت رجله الراجل ده لو بصص تحت رجله عادي اروح اجيب لعيبة من الاهل واجيب لعيبة من الزمالك وخلي الجهاز المعاوني اللي معايا هو اللي يختار لان انا ما عرفش حد لكن كان بينزل ويتفرج على الفرق والاندية والمتشاب بنفسه مش لمجرد ان انا عايز انزل وقعد كده في المدرج والكاميرا الجبني وابقا انا انا بقول ان انا بتفرج لكن على ارض الواقع انا بحققش حاجة لا اولا كان بيتفرج وبيحقق بدليل النهار ده قدم لنا لعيب زي محمد عبد المنعم لو كنا عدنا مية سنة رغم تقلقه في اسموها ما كانش حد اصلا ما يفكر فيه ولا يبصله لا قدم لنا عمر كمال عبد الواحد قدم لنا اكرم توفيق قدم لنا النهار ده احمد عبد الفتوح في ظل ان هو ما كانش بيلعب في الزمالك الراجل برضو جابه النهار ده قدم لنا ايضا اه مهند لاشين بقاله اكتر من موسم في الدورة بيشتغل بشكل كويس ومع ذلك محدش بيقدر او محدش عنده الثقة ومحدش عنده الشخصية القوية اللي يقدر يعتمد عليه في ظل بقى ان كان فيه لعيبة بعينها بتلعب فقاله زمالك كانت اه مسيطرة على هذا المركز اه قدم لنا عمر مرموش اللي بقاله خمس سنين بيلعب في الدورة الالمانية ومحدش برضو بيقول له انت فين لا يعني الراجل عمل حاجات كتيرة كويسة بس قدامها برضو ما اخدش افشا ولا اخد طارق حامد وده كان تساؤل كبير جدا عند الجماهير ماشي بس هي بص يقول له حراك على حاجة انا النهار ده كمدير فني انت بتتعاقت معي بونان على ايه قناعات ولا بتتعاقت معي بونان ان انت عايز تتعاقت مع مدير فني اجنابي فقط طبعا السيفي والخبرة وكل الكلام ده فانت جايبني عشان انا تحكم في زمام الامور مش عشان انت تتحكم في زمام الامور وتقول لي اختار مين وما اختارش مين انا ليه اهداف معينة جاي اشتغل عليها ومطالب بيها وبالتالي تعالى حاسبني بعد ما خلص الوقت الكافي بتاعي اللي انا متفق عليه ايا كان بقى المدة التعاقدية سنة سنتين تلاتة عشرة مش هتفرق معانا ايا كان انما الفكرة ماينفعش النهار ده يبقى عندي مدير فني اجنبي وانا رحت اعتمدت عليه وفضلت على كل العناصر المصرية اللي موجودة رغم ان انت عندك كفاءات فنية بالنسبة للإدارات الفنية كويسة في مصر وفي النهاية عشان ترفع من على نفسك الضغطات وروح من اتجاه تاني احارب الراجل اضغط عليه بقى احارب الراجل في الاعلام كجمهور وحارب الراجل في الاعلام كنقاد وحارب الراجل من اتجاه تاني كمسئولين يعني الراجل لما راح ليعب البطولة العربية والناس استغربت من اختياراته طب ما هو كانواخد افشة في البطولة العربية هل افشة قدم المردود المقنع بالنسبة لمستر كيروش ان هو يضمه في هذا المركز لأ لو هنتكلم بواقعية وبمنطقية لأ والناس متفقة خلي بالك على هذا الكلام رغم ان افشة يعني حبيبي ايوه ويعني واحد من افضل اللعيبة اللي موجودة في مصر تتكلم بالورع والقلم يعني واحد من افضل اللعيبة اللي موجودة في الدور المصري بالنسبة لصناع اللعب انما افشة السنة دي بيلعب ايه ما بيلعبش صانع اللعب بيلعب على الاطراف هل النهاردة لما انا قيم افشة على المستوى الفني بالنسبة لاختياراتي في البطولة بطولة بحجم بطولة الامم الافريقية وان افشة ما عندوش برضو الرصيد الكافي على المستوى الدولي ان ممكن اعتمد عليه في الحتة ان عندو رصيد زي تريزيجي مثلا واخده بنانع حتى لو هو غايب بقاله فترة للاصابة هل لو انا حطيت افشة في مقارنة مع محمد شريف اللي هو اصلا ده مش مكانه ولا مقارنة مع عمر مرموش او رمضان صبح او تريزيجي او احمد سيد زيزو او مصطفى فتحي او محمد صلاح بما ان ان دي المراكز بتاعة اللعيبة اللي بتالب على الاطراف هل هيكون مقنع بالنسبة لي في اختياره في الحتة دي ولا بالنسبة لي كمدرب المقنع اكتر ان انا اقيمه على المستوى ان هو بيلعب لعيب بلاي ميكر طب انا ككيروش ما بلعبش بلاي ميكر الراجل انما استبعاده لطارق حامد علامة استفهام كبيرة لكون ان طارق ما خدش الفرصة الفنية على مستوى اللعب مع المنتخب وبعد كده تم استبعاده زي افشة يمكن افشة راح البطولة العربية واشتغل ولعب مع الراجل فالراجل لما استبعده ايا كان افشة كان كويس كان وحش في النهاية الراجل هيقولك وجهة نظري انما طارق حامد استبعاده مفاجئ ممكن يكون في كواليس حصلت ممكن انا اكون على علم بجزء منها بس مش حاب ان انا اتكلم فيها لكون ان انا مليش الحق ان انا اتكلم في حاجة زي كده لكن في النهاية بيكون في كواليس كتير الناس مش عارفاها خصوصا طارق حامد مميز يعني طارق حامد يعني مع لهوش خلاف مع لهوش لغط انا وجهة نظري شايف ان الراجل ان الراجل ظلم افشة وظلم طارق حامد في فكرة وجودهم مع المنتخب كون ان انت تعتمد عليهم اساسيا او ان هم يكونوا موجودين معاك على مقاعد البودلاء دي حاجة ترجعلك لكن ان انت تاخدهم موجودهم كان هيكون مفيد لكن برضو الراجل ليه رؤية والراجل برضو ما خدهمش ووص الفاينال جيم في بطولة صعبة في ظروف صعبة ما بيلعبش اربعة اثنين تلاتة واحد فهل لو كان خد افشة كان هيكون ليه دور في البطولة طب هل لو كان خد طارق حامد كان هيكون ليه دور في البطولة انت بتقيسيها من المنطلق ده لكن ده ما يقللش من القيمة الفنية لطارق ولا يقلل من القيمة الفنية لمحمد مجد افشا لكون ان هما لعيب على اعلى مستوى وطريق حمد تحديدا لعيب عنده رصيد كبير جدا مع منتخب مصر وواحد من افضل العناصر اللي موجودة في هذا المركز تحديدا لو هنتكلم على رقم ستة محمد مجد افشا نفس الكلام واحد من افضل العناصر اللي موجودة في الدور المصري اه والمستوى الافريقي لفترة اللي فات مع النادي الاهلي ولكن انا بشوف ان طريقة اللعب اثرت عليه برضو المسلمان بيعتمد على تلاتة اربعة تلاتة فبالتالي بيبدأ ان هو يعتمد على افشا الاطراف بدلا من اه اه يبقى صانع لعب فدي فرقت معه بشكل كبير فبدأ كيروش يقيمه من المنطلق ده في ظل ان كيروش لما جيه تولى المسئولية بتاعت منتخب مصر في التوقيت ده تحديدا كان افشا في مباراة الجبون بيلعب على الاطراف برضو فالراجل خدر اللي انطبع ان ده لعيب بيلعب على الاطراف تبا ما اجيه حطه في وسط الملعب مش دين المردود اللي انا عايزه في ظل ان هو عنده القناعة الكافية بعبدالله السعيد يعني دي وجهة نظر اه المدير الفني واحنا لازم نحترمها بالزبط اه هو المسئول في الاول في الاخر يعني ولو كان خد البطولة كنا هنقول النهاردة اه هو ما خدش افشا ليه وما خدش طريق حامد ليه اكيد لا بس فهي بتبقى حسابات مختلفة واختلاف في وجهات النظر اه مش اكتر ولا اقل يعني طيب يعني اقول لي كده انت في رأيك ايه اللي حصل في المنتخب يعني احنا شفناه في الادوار التمهيدية كان المستوى بصراحة مش مبشر وكلنا قلنا يعني ربنا يسطر لكن بداية من مارش الكوتفور لا المنتخب بقى حاجة تانية خصوصا بعد مؤتمر صلاح انا مش عايز اربو مش عارف الناس ليه رابط بكلام صلاح في المؤتمر ان الجماهير ونلتف حواليه مش عارف اللعيبة والكلام ده كله. ما في حاجة حصلت المنتخب دقاير. الفكرة ان المنتخب في بداية البطولة بداية من مباراتنا او الانطلاقة الاولى بالنسبة لمنتخب مصر امام ناجيريا كان عليها عامل كبير جدا. اول حاجة انت كنت بتقابلي منافس قوي واسم كبير موجود في القرى الافرقية المنتخب الناجيري احد المنتخبات يعني اللي ليها تاريخ كبير جدا في القرى الافرقية. مستر كيروش كان مستسهل الموضوع فاكر نفسه ان هو رايح البطولة العربية. ان الموضوع هيبقى سهل والدنيا لسه في بداية البطولة وبتاع. فلما خد الم في اول مباراة. وانا اسف ان انا بقول كده يعني لما خد الم في اول مباراة. هو تدرك الامر بسرعة. وقدر ان هو يعدل من موقفه الفني. بالنسبة لفكره كمدرب. ويحط ايديه على العناصر اللي تقدر تفيده. وفي نفس الوقت يحط ايديه على نقاط الكوة والضعف في منتخب مصر. الراجل كان من الواضح في البداية ان هو مش محضر نفسه للحطة دي. بشكل جيد. ونفس الكلام اتنقل للعيبة. لعيبة كانت مستسهلة الامور. انت فجأة لقيت المحترفين جم قبل البطولة بيومين تلاتة. ما كانش فيه وقت كاف ان هم يشتغلوا مع العناصر الجديدة او العناصر الاساسية المحليين بالنسبة للعيبة اللي بتلعب في الدوري. وبالتالي انت كنت لسه مخلصة بطولة عربية. لو جتي بصيتها تبصت لاقي ان الراجل اصلا خمسين في المية من اللي كانوا موجودين في البطولة العربية مش موجودين معه في البطولة بتاعت افريقيا. فدي عملت نوع من انواع الهزة شوية الفنية في الملعب. ادر الراجل من خلال آآ لقاءنا امامنا جيريا واداءنا الباهت والانطباع السايع اللي راح عند الناس. فاذا زي ما حريك بتقولي بدأ يدي مؤشرات غير جيدة والناس اصبح عندها انطباع ان المنتخب ده خلاص اخره دور الستاشر وبعد كده نخرج من البطولة نظرا ان البطولة بتضم عناصر قوية جدا من اللعيبة وبتضم منتخبات تكاد تكون مؤهلة بشكل كبير عن المنتخب المصري للحصول على البطولة. وقدرنا نسبيا ان احنا هنطلع من النقطة دي. يعني بداية من مباراة غينية بساوة. الاداء ما كانش افضل حاجة. بس نسبيا يعني بدأ عندنا رتمة عندنا استحواز بدأنا نخلق فرص. بيعلى واحدة واحدة. واحدة واحدة. دخلنا الادوار الاقصائية. خلاص الموضوع اختلف بقى انت دخلت. احنا شفنا منتخب تاني بسراحة. دخلت دور اقصائي. اصبح الفكرة عند اللعيبة ما عنديش اه فرصة تانية. يعني لو خسرت مش هقدر عوض. مباراة اقصائية تتطلب فائز وحيد. فالفكر اختلف. الطموح اختلف عند اللعيبة. الرغبة عند اللعيبة بيت افضل بكتير بعد مباراة سحل العج. تحديدا اصبح الجمهور هنا ملتف حقيقي حول حول المنتخب المصري وددت دافع للعيبة بشكل قوي ان الناس بقى خلاص بقى بتدعم. فظل الاداء الجيد اللي احنا ظهرنا به والظروف الصعبة اللي احنا عشناها والغيابات المؤثرة. الا ان الراجل قدر يتعامل مع الامر ده بشكل كويس. واشتغلنا في البطولة بشكل جيد. بناتي اساس هتشتغل عليه الفترة الجاية. وهم بصراحة ما اصروش. يعني احنا شفناهم. بالزبط. يعني الحقيقة ما اصروش خالص. طب دلوقتي مستر كيروش عنده وارطة. وعايدين اكتساعدوا فيها. دلوقتي ان شاء الله في التصفيات في مارس مع السنغال. هيختار مين? الشناوي ولا ابو جبل? لهم اللي اتنين جاهزين وبنفس الجاهزية. والله بص يا دي بتبقى حيرة للمدرب بس في نفس الوقت بتبقى حاجة كويسة. لان انا ايا كان اختياري يعني لو اخترت الشناوي انا مش مش الام من اي حاجة. بالعكس هكون مبسوط. بختار واحد من افضل الحراس اللي موجودة في افريقيا. لو اخترت ابو جبل برضو هكون مبسوط. لان انا برضو بختار واحد من افضل الحراس اللي موجودة في افريقيا. على الاقل فهذا التوقيت قدر بشكل سريع ان هو يقدم نفسه بشكل كويس وهستغل فرصة اصابة الشناوي لكن في النهاية انت هتدوري على المصلحة العامة ومن هنا لحد شهر مارس ما تعرفيش الظروف الله يعلم هل الشناوي هيظهر بشكل كويس وبطول الكاس العالم للاندية هل هيعود من الاصابة سريعا هل ابو جبل لما يشتغل مع الزمالك في الدورة هيقدم مستويات كويسة لكن انا بشوف ان احنا مفيش وقت يعني اسبوعين وهتلعب يوم تلاتة وعشرين المباراة الاولى امام السنغال وبالتالي ممكن يكون القدر اشاء ان احنا نخسر المباراة النهائية عشان ما نفرحش دلوقتي ونزعل بعدين ممكن يكون ربنا شايل لنا فرحة في النهاية ان احنا نروح بطول الكاس العالم وده بالنسبة لي اهم بكتير من البطولة الافريقية ان انت توصالي الاعلى المراحل بالنسبة لكرة القدم هو المشاركة في بطولة بحجم بطول الكاس العالم وشوفنا قدمه انتخب مصر كان ليه قيمة كبيرة جدا بمجرد وصوله لمنديال روسيا بعد غياب تمانية وعشرين سنة حابب ان انا اتكلم على ابو جبل كده في حتة صغيرة ابو جبل ده بيدي مثال ومثال حي للاجيال الصغيرة والاجيال اللي موجودة دلوقتي واللعيبة اللي موجودة ان كرة القدم اصرار وعزيمة وروح وقلب وثقة وان انا يبقى عندي انكار ذات وان انا يبقى عندي الطموح والرغبة ان انا اثبت وجودي لان ابو جبل من شهر تقريبا ما كانش موجود في منتخب مصر وتم استبعاده من البطولة العربية في ظل وجود الشناوي ومحمود جاد ومحمد صبحي بنان على القدر اللي حب او ربنا حب كده ان هو يكافؤ على مجهوده الفترة اللي فاتت الشناوي اتصاب في ظروف معينة ولعب ابو جبل بدلا منه كان ممكن ايه لعيب تاني لو ما عندوش الثقة وما عندوش الهدف والرغبة والاسرار ان هو يكون موجود كان هيهتز ومش هيظهر بالشكل الكويس الا ان هو ظهر بشكل جيد ومحسناش خالص بفرق ما بينه وما بين الشناوي فعشان كده قلت ان ابو جبل موقفه لازم الناس تتعلم منه درس ما ينفعش ان انا ارمي الفوطة ما ينفعش ان انا النهاردة كمدرب بستبعد لعيب ان لعيب بقى يقول خلاص انا كده بعيد او انا مهما عملت لا الكرة احداثة سريعة فبالتالي ما حدش ييقس والناس تاخب من الامثلة دي تاخب منها اه التعاز ان لازم اتعلم ولازم ااخد خبرات من هذا الكلام يعني في كرة تشتغل عن نفسك وتزبر واول ما يجيلك فرصة تمسك فيها لان الكرة دلوقتي مش فنيات الكرة دلوقتي حيثياتها بقت مختلفة تماما اللعيب النهاردة بيحاول على الوقت ما يقدر يستثمر في نفسه بشكل كويس لان احنا في مصر يعني بأمانة شديدة ما بنعرفش نتعامل مع هذا الامر بمعنى ان انا لعيب ببقى مكسر الدنيا بمجرد ان انا بعيد بس عن الملعب ماتشين تلاتة او مستويه اللي ماتشين تلاتة ما حدش هيسمى عليك فطول من انت واقف على رجلك وطول من انت متصدر المشهد ومكسر الدنيا لازم تستغل وتستثمر في نفسك بشكل كويس في نهاية لقاء انا بنشكرك يا كابتن ومبسطنك دايما موجودك معنا ونتمنى لك دايما التوفيق يا رب انا مبسوط جدا ان انا موجود مع حضرتك النهاردة واتمنى ان احنا مكون قدمنا حاجة كويسة للناس يعني مرسي ليك يا كابتن ربنا خليك شكرا لكم متابعينا ونلتقي في لقاءات اخرى ان شاء الله شكرا لكم